قال الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة استجابت لعدد من التوصيات التي طرحها الحوار الوطني بشأن تطوير المرحلة الثانوية موجها بأن يتم طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني بما يسهم في إثراء المناقشات بهذا الشأن وقد جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة حيث أكد مدبولي أن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة يأتي في ضوء سعي الدولة للنهوض بمجال التعليم وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بما يحقق النفع للطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية